نروح للأهلي نروح للأهلي نهاردة في مران النادي الأهلي كابتل ساعة الحفيز جمع لعيبة النادي الأهلي وقال لهم بشكل واضح ممنوع تماما الحديث عن أي عروض خارجية في الفترة الحالية يعني الآخر كده محدش يكلمني يقولي أنا عندي عرض محدش يقولي يروح كلم للأدارة عشان أنا جايلي عرض مش عارف منين ومنين ومنين محدش يكلمني عن عروض خالص ليه عشان الآهلي ده كلام الكابتل ساعة وحفيز لللاعبين عشان الآهلي رايح لمهمة مهمة صعبة وكبيرة جدا نهاية دورة أبطال أفراك فمحتاجين تركيز كل اللاعبين واقعد مع حمدي فاتحي لوحده وطلب من حمدي فاتحي برضه ما يتكلمش عن عرض الوكرة القطري وحمدي فاتحي قال له أنا ما تكلمتش ومش هتكلم إلا لما بطولة أفراكيا تخلص إن شاء الله ده بالنسبة للكابتن ساعة وحفيز ورسالة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وفي توقيتها يعني هي مشكلة الفترة دي دايما خد بالك إحنا مشكلتنا هنا إيه ده على مستوى كل الفرق المصرية والمدربين وكل الناس الفرق بره بره في أوروبا وفي الوطن العربي بدأوا من دلوقتي يتفاوضوا على لعبين الموسم الموسم بتاهم خلص يا فضل لهم ماتشوا يخلص خلص فبدأ يبص على اللي جاي إيه إحنا لسه بدري إحنا لسه بنقط شوية حلوين يعني آي نعم إحنا استنادي عن خلص الحمد لله الحمد لله إلى حد ما بدري إلى حد ما بدري تمام يعني عندنا شهر ونص مثلا زيادة عن اللي بيحصل حوالينا فتعدي بس برضو هم يتأخر قوي فالناس بتتفاوض مع لعابتنا اللي في مصر والموسم بتاعنا شغال فالأندي بيب عندها مشكلة واللعب برضو حقه إنه عايز شوف مستقبله والنادي التانية دوت عايز ينجز فبتبقى الأمور كلها معقدة جدا بس على الأقل بالنسبة للنادي الأهلي لأ صح ما تفكرش في أي حاجة لو ما تشن أفراجها دول يخلصوا بعد كده بقى تفاوض تتكلم والأمور في باقي البطلوات تقريبا شبه محسومة